ترتب لي أخطاء تيغري الجنب الجداري تحتوي على فوهات اسمها ستوميس فوهات ستوميس هي غير موجودة في الحشو مهمة هالفوهات هي تفريغ الانصبار من جوف الجنب وعلمكم جوف الجنب هل من يمر فيه من هنا؟ كمين لتر؟ يمر فيه لحتى عشرة لتر بكل جهة من هنا لنظم الدم يمرح عبر جوف الجنب يرشح من الحشوية يرشح من مصر الجدال ويرشح دولها من الدفع يوميا يمرح بحدود 20 لتر على جوف الجنب عشرة بكل جهة من السائل يعادل كصاصي يقدرها فقط بحدود 5 ميلي لتر هي لتسهيل تزليق قريقتين الجنب على بعضهم هؤلاء المرضيين هؤلاء الفيزيولوجيين فحوضت انتصاص السائل من جوف الجنب يتم من الجنب الخلالي وليس من الحشوية بسبب وجود هؤلاء توماس الأخطاء التي تصبح ممارسة تقوم عليك وهي كثيرة تحضرها تحضرها ويقوم بالنصبار ويقوم بالنصبار الموجودة هذا لا يعادل انتصاص ينتص السائل لكن تبقى نتح وهناك بروتين كثيرة كما تقول أنه بروتين لذلك الزرات البروتين يمكن أن تقول الزرات البروتين هذا الزرات البروتين لكن حولت المريض لذات جنب محجر لذات جنب مزمن وهكذا حتى لذات الرئة العادية واحد مع ذات الرئة العادية تترافع بالصباب جنب أيضاً هو S-B ندح في بروتين يجب أن يفرده مثل ما حكينا بالخراجات الجلال الصبر تصريف مع مضارهات حيوية هنا معالج نوعية إدرانية أو إذهابية أو إذهابية مع تصريف بزر للسائل وألا سيتحوما إلى ذات جنب تقول هذا الموضوع على جهاز النقطة الثالثة هي الغازات الغازات يعاد انتصاصة واحد صارت من الغازات الاقتصادية من الجنبين الجبارية والحشويين وفقاً عبر الدم الغريبي وفقاً لتركيز هذا الغاز الموجود بالسائل بالدم فهي أيضاً معاد انتصاصة سأبدأ بأول موضوع أورام الجنب البدئي يلي رسلتك ورنجان إما يقول الورنجان بدي أو يقول عنه ميزيك اليوم والميزيك اليوم نفس إذا إما أن نقول مليغنان لوري ميزيك اليوم أو حتى مجالة لدفيوز يعني الدفيوز هي منتشرة وبالتالي يتغني مع موضوع الدفيوز مليغنان إما دفيوز ميزيك اليوم أو ميزيك اليوم فهي تكون رديف لديه بالفترة بهذا الورن بهذا الورن من ميزيك اليوم السليمي دنائي هي منطقية نادرة جداً نادرة جداً في الممارسة ولكن والحبيث الملكنا من ميزيك اليوم هي أيضاً مانا شائعة ولكن أكثر من السليمي وإذا قورنا مع المليئ ناسي الانتقالي يعني السكندري من نقائل الجنب التي تأتي من السدي ومن الرئة ومن المنصف الأمامي الجنب أيضاً هو مكان مهم لتلقي النقائل الورمي مثل الكبد والرئة والجنب من أكثر ثلاث مناطق مع العظام يطلقوا النقائل الورمي هذه شائعة كبير الميتاستاتيك مليئ ناسي الجنب أما البراي مريئ مليئ مليئ ميزيك اليومي هي من الأفاق غير الشائعة يجب أن تعرفوا عن ميزيك اليومي والارتباط كيف تحكي بك لا يمكنك تحكي عن سلطاء الرئة إذا سأخذت عن تدخين لأنه سنوان سبب مؤكد لا يمكنك تحكي عن سلطاء المريئ إلا إذا سأخذنا عن مريئ بارئ عن القدس العرب المريئ في ميزيك اليومي مجرد أن تحكي ميزيك اليومي في أسلطاء المرس الشخص المتعرض للأسلطاء هو نوعي علاقته بالإصابة بالإسابة بالميزيك اليومي وهو أكثر ثلاث وأكثر 80% للمرضى الميزيك اليومي متعرضين للأسلطاء المرحة هو الذي يعمل في ميزيك اليومي هناك أدباء الثانية للعالم بعض القترة من الأوران بشكل عام ومضطرنا المعالجات الشعائية أيضا تسبب الميزيك اليومي والأفاق المزمن بشكل عام أهم شيء التصنيف أحكينا الانتقال البعيد فيه نادر جدا الميزيك اليومي تتميز بالغازي بالغازي من الورد لا يبدو أن تقديق مقيمة للدمار أو العظم ولكن سريع جدا في الغازي الموضل تخترق الحاجة للوطن تخترق الجم للجهة الثانية تشاهدها اليوم تنظر صدر بعض أسواتين ثم تظهر والميزة الأكثر أنها تسير على مسير الإجراءات التقبير يعني واحد أجمع معه سباب جم تقف تشاهد بعض الأسواتين محل تخترق بالأبريق لأن تسير هذه الميزة اليومي أكثر من التيمومة عندها قليلا منها الخاصية ولكن الميزة اليومي بشدة أين تتكون؟ ببزل بخزعة بوضع مفجر تنزل تنزل خاصة الإنزراع تنزل على مسار الإجراءات التقبير الميزة اليومي وتتميز بالغازي قديما كان يلتبس التشريط وميزة ولكن الآن بوجود التلمينات المناعية والواسمة نبدأ نميز بيناتهم أكثر ثلاث شخص بالميزة ولكن أرجع لها الميزة اليومي هي غير الأورام الأورام يبدأ عندك بقرة بالسجل مثلا 2 ميلي أو 10 سم والرئة كل الأورام تبدأ بقرة وتكبر بعد الميزة اليومي تبدأ بشكل متعدد وقيدات تمنت مشافية تملأ الجبل هذه الرئة وهي الجبل الجبالي وربما على الحشب وتكبر وتصير وتنوصل مع بعض الميزة اليومي صاحة ومع ذلك ومع ذلك تظهرت السنين من ثلاثة أكثر لأنه أين تأتي على الجبل الجبالي وبالتالي ألم المرعب أكثر سرطاء عند الإنسان يهون ألم على الإخلاق هو الميزة اليومي هو الشكوى المرعب للغاية الذي يصير فيه وتزداد مع تقدم الآخر لماذا؟ لأنه في فترة في فرصية ثانية تغذير فتصير تتنيف الأعصاب الوردية وتمعت فيه حتى المخدرة تسكي الألم أكثر من المرعب من حيث يساعد الألم المرعب النقطة الثانية أنصباب الغزير مناكس ليس فقط أنصباب الغزير وناكس وتفرد المن وتفرد أنصباب مناكس ولكن عكس الأول يتناقص مع تقدم المرضيج لأنه يتعبجه في الجنة الكتلة فالإنصباب يتناقص كلمته مع تقدم الآخر عكس الألم الذي يزيد مع تقدم الآخر وزل التنفسي المتركي لأنه يرسل جزء من بيئة العرب الأساسي هو الصباب يمكن أنصباب هذا الشكل كبير يمكن أنصباب حتى مع التأمور لأنه هذا القلب حوله هو سائل من صباب جانب الجهة الثانية بالمناسبة لأنه كان درسي مع كلام الثانية لأنه كان كان من أنصباب جانب بجبا لأنه أنصباب لا تقدم الآخر ما عاليا تناقص تناقص حجم الساحة الرئوي قارن الجهة سالم عاليا وصف الحجم بسبب نموم كتلة الميزة اليوم تناقص حجم الساحة الرئوي وهذا المنظر التي تحدثت عنه بؤر متعبدي مع النموم تنسل بعضها وتتحول إلى كتلة التصديق مكتوب المعالجي للأسف هو أسوأ أدوان الأورام عند الإنسان إنذاراً أسوأه على الأطلاء ولذلك نحن 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 بسيطين وخمسين بالمراحة الأولى الساعة محصورة بالجن جربنا الإبادة الجراحية التي تراوح أن تقشر الجن إلى حدود استرصان الرئاء والحجاب والتأمور وعلى عمل الواسع الجراحي تدير مستقصة الجن مع الرئاء مع التأمور مع الإدارة الحاجمة ينضم بضالة التصديق ومع برغب من ذلك تنسل أو يعطي فقط استرصان الجن ومعطي غلاج كيماوي لكن تذكرون أما أن الرئاء موجودة لا ينصح بالمعالج الشعوري لاحقاً لأن تقوم التلية في رئاء هو للأصل تعزان من ذلك أقوم بتضيف تلية ولكن إذا عملنا العملية الواسعة لأنه صال رئة وتبنعه بغلاس كلمان مع شعال وللأسف هذه القاحة السيبيل التي أحدت عنها هذه المحلة بأبريل تغير تشوف خلال فترة قصيرة يرغبون عندك السيبيل إنذراع بجداد صوت محل مدخل به وهذا لسه الألم تبعه أكثر من الألم المنزل تبعه لأنه الترق المضوع فهذا تذكره لذلك الآن الإجراء المتعسرية لا يمكنك تدخل الدخلات بالأبريل مثل تزعب ندخل ترى وقت دستكينا الميزيكينا بتنصير الصدر ونرى ونشف ونفرجيكم في الفيديو عنه وقالت عدد الدخول بجداد الصدر وذلك الزهر تمحكينا لأنه مكيف من السنتين لأنه مكيف سيئ ومكيف بالخمسة وطين صفح أسوأ الزهر ومعباد الميزيكينا هل يمكنك تدخل دم هذه الحربتة بالخمسة نعم ، هذه الحربتة ربط المزيدين ترجمة النوزية ومعباد المحل يمكنك الترجمة ، ترجمة نانسي قنقر ، يمكنك أيضًا